اهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجنا آية في حكاية الآية بتاعت النهاردة آية من سفر أعمال الرسل صحى 19 آية 18 سهلاً أعمال 19 آية 18 الآية دي بتقول وكان كثيرون من الذين أمنوا يأتونا مقرين ومخبرين بأفعالهم وطبعاً من الآية دي واضح أن الناس لما دخلت الإيمان كانت بتروح للأباء الرسل علشان تمارس سر الاعتراف اللي رباني يسعى المسيح بنفسه أسسه في يحنى عشرين عشرين ومتى 18 تمنتاشر لما قالهم من غفرتهم خطاياهم وغفرتهم من أمسكتموها أمسكت ما حللتموها على الأرض محلول في السماء وما أمسكتموها على الأرض ممسك في السماء ففي سفر الأعمال الناس بدأت تمارس سر الاعتراف وكانوا يروحوا للتلاميذ مقرين ومخبرين بأعماله ومن أهمية سر الاعتراف حبيت أتكلم معاكم النهر ده إزاي نمارس سر الاعتراف ونستفيد به لأن أحياناً كتير نمارس السر ولكن ما نعرفش ناخد منه الفايدة الكاملة وهقول لكم إزاي نمارس سر الاعتراف أول حاجة لازم تكون التوبة اللي بنقدمها توبة حقيقية بمعنى أني أبعد عن أسباب الخطيئة وأقفل الأبواب اللي بتدخلي منها الخطيئة إن كان في واحد فينا عنده خطيئة متكررة في حياته بيتكررها كتير في الاعتراف فلازم ياخد باله منين بتدخل الخطيئة ويقفل الأبواب أو يبعد عن الجو اللي بيسبب ليه الخطيئة نقطة تانية لازم نكون صرحة مع نفسنا وصرحة مع أب اعترافنا أحياناً واحد فينا أقول إيه أنا الحمد لله لقتل ولزني ولا أسرق كما لو كانوا هم دول بس الخطيئة اللي تحرم من السماء ولكن كل خطيئة خاطئة جدا فعشان كده لازم نكون صرحة مع نفسينا كلنا بنغلط كلنا بشر كلنا تحت الضعف كلنا محتاجين للتوبة أما تقعد أصدقاء باعترافك أذكر الخطايا بأسماءها الحقيقية ما تدهاش أسماء غير أسماءها ولا تتعرفها بتعريف غير تعريفها الحقيقي هديكم مثل واحد مثلاً وقع في خطيئة إنه كذب بس هو مستتقل إنه يقول لأبونا أنا كذبت أنا كذاب فيقول لأبونا أنا ما قلتش الحقيق طبعاً هي تمشي كويسة لكن لما بتقول الإسم الحقيقي للخطيئة بتشعر بمدى الجرم اللي الإنسان فينا بيرتكبه والخطيئة قد إيه دي طعمها وحش ومر نقطة كمان مهمة هي أنك تحاسب نفسك قبل ما تروح لأباً باعترافك كتير حد يقعد مع أبونا في الاعتراف وما يكونش جاهز فيقول لأبونا طب اسألني طيب يا أبونا ما عنديش حاجة أقولها طيب لأنه مش جاهز مش مستعد أو يبدأ يفكر ويحكي قصص وحكايات كتير ولكن الاعتراف مش قصص وحكايات الاعتراف هو شعور الإنسان بخطيئة والإقرار بيها أمام الله في حضور أبونا الكاهن ممكن تبقى باختصار وفي دقائق قليلة ولكن بوضوح ومرتبة إنسان ما حاسب نفسه وعارف ضعفه فيه حاجة كمان جميلة في الاعتراف لازم نبعد عن الأعذار لما تقول الخطيئة ما تقولش بعديها أصلي بسبب أو لكن حصل أو كذا لكن دايما الإنسان فينا يدين نفسه في سر التوبة والاعتراف مش يدين اللي حواليه عشان كده الأباء يعلمونا لما تيجي تعترف عايز تعرف اللي قلته صح هذا غلط كل جملة في الاعتراف تبدأ بكلمة أنا أنفعش أقول فلان عمل فأنا حصل مني كذا لكن دايما في الاعتراف تقول أنا أخطيت في كذا حتى لو اللي قدامك كان غلط كانش مفروض يكون رد فعلي كده حاول كمان في الاعتراف تنفس كل اللي يقولوا أبونا بالحرف الواحد كأدوية بتاخدها من الطبيب من أجل شفاء نفسك وروحك مجرد أن أنت تعترف وتسمع إرشاد أبونا وتخرج ما تنفسهوش يبقى يفضل المرض موجود ما أنا ما أخدتش الدواء وعشان كده يحكي قصة عن كنين رهبان كانوا بيعترفوا عند نفس أبونا سنين طويلة وبعدين واحد منهم سألت تاني قال له بتستفيد من الاعتراف فقال له بصراحة باستفيد جدا قال له أنا ما باستفيدش خالص طب إيه أنت بتعمل إيه؟ قال له أنا باخد كل كلمة بيقولها لي ونفزها بالحرف كما لو كانت قنون إلهي أنفزه بالحرف عشان كده اكتشف أن دا بيستفيد والتاني مش قادر يستفيد حاجة كمان بعد اعترافك خليك فرحان خليك واسك في الغفران اللي أخدته من ربنا ما تكونش متشكك في الغفران اللي أنت أخدته من ربنا في آية جميلة دايما نمسك نصها ونسيب نصها عارفين إيه؟ الآية اللي بتقول كل الخطايا تغفر لبني البشر أما التجديف عن روح القدس فلن يغفر أبدا دايما نسأل على النص التاني من الآية يعني إيه يا ابونا التجديف عن روح القدس لا يغفر أبدا لكن مش بناخد بالنا من أن كل الخطايا تغفر لبني البشر إن قدمنا عنها توبة حاجة كمان تساعدنا ضع على التوبة حط قدامك أمثلة للتائبين كنستنا مليانة بقدسين تائبين داود النبي موسى الأسود مريم المصرية حط قدامك النمازج دي وحاول تمشي عليها عشان تستفيد بالسير بالاعتراف أرجع معاكم الآية أعمال تسعتاشر تمنتاشر وكان كثيرون من الذين أمنوا يأتون مقررين ومخبرين بأفحالهم لربنا المجد دائما أبدا أمين اشتركوا في القناة